مرحبا معكم سهر من وطبخ سيدتي اليوم راح نعمل طريقة صلصة البيتزا بطريقة كتير سهلة ما بتحتاج نار ما بتحتاج مكونات كتير ونقدر نحفظها بالفريزر لحين الاستعمال علبة من صلصة البندورة ونضيف عليها 3-4 كوب ماء و3 معالق تقريبا جبني برمزان مبشورة معلقتين سكر نص معلقة صغيرة ملح نص معلقة صغيرة أوريغانو زعتر أخضر مجفف نص معلقة أتوم بودرة ونص معلقة أفلفل أسود نخلطهم مع بعض نحطها بعلبة بلاستيكية خاصة بالفريزر منصحك تحطي لابل علي التاريخ وإيش هذا الصنف عشان ما تلخبطيه بالأنواع اللي عندك بالفريزر بتمنى تجربوا هاي الطريقة طريقة كتير سهلة وسريعة تقدري تحفظيها بالفريزر عندك لغاية الوقت اللي بتحتاج تستعمليها شاهدوا مزيد من النصائح على قناة يوتيوب مطبخ سيدتي اشتركوا في القناة